قام ممثل السفارة الفاتيكانية في فلسطين بزيارة إلى قرى الجليل حيث كان في استقباله عدد من المطارنة والكهنة وجمع من مجهاء المنطقة الذين شرحوا للزوار معاناتهم المستمرة منذ التهجير وعن إصرارهم العودة إلى قراهم الأصلية راجينا أن يسعى الفاتيكان إلى تحريك القضية محليا ودوليا وتحدثت بعض المصادر الكنيسية عن هذه الزيارة معتبرة إياها محاولة من الفاتيكان ومن الكنيسة المحلية لتحريك ملف هذه القرى وعودة أهاليها إلى بلداتهم التي هجروا منها